بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتجلم على الجزء الأخير من المساحة بالبصلة وفي الجزء ده هنتكلم عن حاجة بنسميها الـ Local Attraction أو الجاذبية المحلية إيه الجاذبية المحلية ديت إحنا اتفقنا أننا بجيب انحراف الضلع إيه بي related لخط الشمال والأسهل لي أننا أجيب عن طريق الماجنيتك نورس طب الإبرة الموناطيسية دي إحنا اتفقنا فيه كذا حاجة هتأثر عليها من ضمنها وجود خامل حديد أو ضغط كهرباء عالي أو درجة حرارة مرتفعة فده هيخلي خط الشمال الموناطيسي ده تنحرف كده يمين شوية أو شمال شوية ده هيأثر على قيمة الانحراف ده قيمة الزاوية اللي اختلفت ديت دي بنسميها الـ Local Attraction أو الجاذبية المحلية للمكان عند نقطة إيه بس لأن خامل حديد موجود في المكان ده إنما ما جايش عند نقطة بي أو ممكن يكون جاي عند نقطة بي بس بقيمة مخالفة طيب لو أنا عندي الـ Local Attraction ديت أقدر أصححها ولا لأ إن شاء الله نقدر نصححها بس أهم حاجة نخلي بالنا منها إن دايما الـ Local Attraction ما بيأثرش على الزاوية الداخلية يعني ما جايب الزاوية الداخلية ما بين الضلة A, B, C لما جايب الزاوية سيتة ديت وفي هنا Local Attraction أي أن كان قيمته ده ما يأثرش على قيمة الزاوية ديت ولكن يأثر على إيه؟ يأثر لما جايب انحراف الضلع من B إلى إيه؟ وانحراف الضلع من إيه؟ الفور بيرنج والباك بيرنج للضلع دوة ألاقي إن الفرق ما بينهم لا يساوي 180 مع إن إحنا اتفقنا إن دايما الفرق ما بين الفور والباك يساوي 180 الحاجة الوحيدة اللي تخلي الفرق ما بين الفور والباك لا يساوي 180 هي قيمة الـ Local Attraction إذا كان الأرصاد بتاعتي سليمة يعني إذا كان التوجيب بتاعي سليم يعني أنا واقف هنا عنده نقطة إيه؟ وهادي نقطة بي أهو عايزة أوجه عليه واحد بدل ما وجه على بي دا يتوجه على بي شارط ولما جايه عنده نقطة بي وجه على إيه صح؟ ده خطأ أرصاد ما قدرش أسميه دا Local Attraction إنما لو افترضنا إن أنا عندي نقطتين والنقطتين سبتين هو إيه وبي ووقفت عندي إيه ووجهت على بي سليم 100% وجبت انحرافه ووقفت عندي بي ووجهت على إيه وجبت انحرافه 100% سليم وجهتها جيب الفرق ما بين الانحرافين طلع لها يساوي 180 درجة معنى كده إن فيه Local Attraction قد يكون عند نقطة إيه وقد يكون عند نقطة بيه وقد يكون عند النقطتين هنعرف إزاي نفرع ما بينهم وإزاي نصحح الكلام ده فيه عندي طريقتين لتصحيح Local Attraction الطريقتين دول بيتوقفوا عليه لو أنا عندي ضلعين أو عندي المضلع A, B, B, C, C, D, D, E وجيت هنا ده الفور بيرينج وده الباك بيرينج واضح إن الفرق لا يساوي 180 لأن ده 45 وده 10 طيب ده 55 وده 5 برضو الفرق لا يساوي 180 وده لا تساوي 180 برضو طيب وده آه ده تساوي 180 بدأ من الفرق هنا 180 ده معناها إن كل من النقطتين D و E Free From Local Attraction يبقى الحلقة الأولانية إن يكون عندي أحد الأضلاع Difference ما بين الفرق ما بين الفور بيرينج والباك بيرينج يساوي 180 درجة بالزبط ده معناها إن نقطة D سليمة 100% ونقطة E سليمة 100% معنى الكلام ده إن الانحراف ده هو اللي صح ليه؟ لأن الانحراف ده طالع من نقطة D والانحراف ده هو اللي غلط طيب الانحراف ده كام؟ الانحراف ده 209.10 الفور بيرينج بتاعه أشيل من ده 180 أما أشيل من ده 180 يديني كام؟ يديني 29.10 29.10 درجة 10 دقائق هو هنا كام 29.45 دقيقة معنى كده إن نقطة C فيها Local Attraction جاذبية محلية بتزود الانحرافات اللي طلع منها بقيمة تساوي دي 10 ودي 45 دي 10 ودي 45 يبقى إن 35 دقيقة أروح جاي على الضلع بي سي ده تطالع من الضلع بي سي أشيل من ده 35 دقيقة أبقى جبت هنا الباك بيرينج السليم أخسب منه الفور بيرينج ده يوم يديني مقدار التصيحة نقطة بي أصحح بيها دوت ومن دية أصحح اللي بعده ده شرح ليه الكلام دوت إزاي بعمله بالأرقام ترجمة نانسي قنقر